ايه الشخصية اللي بتحلم انك تجسدها شخصية حقيقية قريب تاني زي حسن البنة وزي عمر ابن عبدالعز كتت صعبة برضو عم اه انا والله انا ببصي حاليا بفكر في يعني عامل دراسة لمشروع اه لشخصية جلال الدين الرومي اه وخصوصا انه جلال الدين الرومي تحول من بزرق هو تحول من فقيه مش تحول هو اتعمق كفقيه في الدين فوصل للحب للصوفية للصوفية للحب المطلق وانا بقول اكيد شخص بيتعمق في الدين هيوصل للحب مستحيل يتعمق في الدين فيوصل للكره صح فاللي اتعمق في الدين وصل للكره ده شق راح ده بعد عن الدين ارهابي ده بعد عن الدين مش قرب له فانا عايز اعمل المقارنة يعني عندي دراسة للمشروع عامل المقارنة دي بين التعمق في الدين مدعي التعمق في الدين فوصله للكره وجلال الدين الرومي اللي اتعمق في الدين فوصل للحب الله يا اياد نفسي تعمله نفسي في شركة انتاج أرجوكم يا سادة يا منتجين يا ريت أتمنى حد يتبنى المشروع لأنه أنا بالنسبة لي المقارنة دي يعني إن شاء الله دلوقتي إحنا دوشة رمضان يعني ممكن يعني حلقات مش طويلة بس مهم جدا يوصل للجيل فكرة أنه عمر التعمق في الدين ما يوصلك للكره التعمق في الدين هيوصلك للحب الإلهي الحقيقي مستحيل يوصلك للكره مستحيل يوصلك أنك تحكم على الناس تدخل ناس النار وتطلع ناس من الجنة مستحيل تحكم على الناس أخلاقيا تقول ده كويس وده وحش مستحيل تكون شخص ده بعد عن الدين إنك أنت تكون كده ده بعد عن الدين دي حالة من حالات تطرف ده حاجة جهل وزي ما قال أفلاطون الفضيلة في المعرفة هو الجهل الرزيلة في الجهل فلما تتمتلك المعرفة هيكون فيه فضيلة فمستحيل تمتلك المعرفة الدينية أعلى درجات المعرفة فتكون عندك كرة لا هيكون عندك حب طبعا نفسي أقدم المشروع ده يا ريت يا ريت يا ريت وأنا أكتر حاجة عجباني النهاردة من قعدتي مع إياد نصار كلمة المشروع أنا عجبني إن انت بتتعامل مع الشغلانة دي إن هي ده مشروع وده مشروع وده مشروع دي حاجة جملة بتاعتك انت على فكرة وعجبني التشبيه لأنه هو فعلا مشروع وإحنا حياتنا كلها عبارة عن مشاريع يعني الجواز ده مشروع لازم تبذل فيه مجهود والشغل ده مشروع فأنا النهاردة طلعت من القعدة دي بكلمة المشروع وعجباني جدا وإيه بتاعتك بجد